من باقي ما تكلم عن هجوم العمالقة أنا يستوف صحيح اني ما تابعت أنيميات كثير في حياتي ولو بعدها ما راح تتجاوز الخمسة عشر أنيمي كمسلسلات غير الأفلام لابعت أفلام كثير صراحة وكمان لست بقارئ ولا حتى مطلع لعالم المانغا والقصص المصورة ولكن من بين كل الأنميات القليلة اللي تابعتها أنيمي هجوم العمالقة قد يكون الأروع والأجمل إذا لم يكن الأروع والأجمل سواء من ناحية بناء القصة وتطور الشخصيات أو من ناحية الفكرة العامة للمسلسل أو من ناحية ملامسة المسلسل للواقع البشري بشكل جنوني وإن كانت فكرة الأصلية خيالية أو حتى من ناحية الرسوم والتحريك كي الرسوم والتحريك مليان أنيميات رسوماتها وتحريكها بطل ولكن هذه نقطة تضاف للأنيمي الزبدة أن هذا الأنيمي فعلا شيء عجيب على العموم سواء كنت من محبي الأفلام والمسلسلات الحية أو من محبي الأنيمي أو الأنيميشن أو حتى من محبي عالم الفيديو جيمز خليك معانا في هالفيديو لأني رح أقول لك ليش لازم تتابع هجوم العمالقة أو أتاك أون تايتن يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه لايك يا جماعي يضبط الأمور كده ويخلونا نحب بعض أكثر وخلونا نخش في الفيديو أتاك أون تايتن أو هجوم العمالقة أو الهجوم على العمالقة أو شينجي كينو كوجين يارب أني قلتها صح مستحيل أنسى كم مرة قشعر جسمي من قوة الأحداث في هذا الأنيمي العجيب سواء على صعيد الأكشن أو الدراما أو الإثارة المغامرة الرعب أخ بس شيء ما ينوصف صراحة ويهمني كثير يا صديقي اللي باقي ما تابع هذا الأنيمي أني أكون سبب في متابعتك له لأن عندي يقين أن هذا الأنيمي بالتحديد يستحق وقتك الثمين ولن تندم على متابعته ومثل ما قلت لك ملازم تكون شخص محب للأنيمي عشان تتابعه لأن هذا الأنيمي بالتحديد قد يكون بوابتك العالم الأنيمي وبرضه مو شرط يكون بوابتك العالم الأنيمي وممكن تكتفي فيه وتتابعه هو الحاله فقط الفكرة أنه هذا الأنيمي بالتحديد مثل ما قلت مناسب للكل كبار صغار يعني شوية إيش فوق 15 سنة شباب شياب ذكور إناث كلش خليك معنا لنهاية الفيديو أنت إيش خسران يمكن أقنعك زي ما أقنعت غيرك يب أقنعت غيرك كثير من أهلي والجيران وعيال الحارة وكل شخص في طريقي قابلته حاولت أقنعه عادة واحد الله يشتر عليه يعني يمكن دال واحد مر عليكم كلكم لما قلت له تابع أنيمي هجوم العمالقة تدروني شقال يا أبوي فيكيني لأنيمي للعوان عندك شي مثل لكاس بريزن بريك منه ولا منه المهم خلينا نبدأ بالقصة بشكل عام وللتذكير طبعا ما راح يكون فيه أي حرق للأحداث طبعا الكثير منكم يتوقع أن القصة مجرد شوية عمالقة يهجمون على البشر والحكاية كلها سيرفايفل أو البقاء للأقوى وخلاص وهالكلام غير صحيح أستمعيك عذرا يا صديقي أنت غلطان لو تحسب أنه بهذه البساطة ولا عليك لوم أنا كنت أحسبه زي كذا قبل أتابعه والمفاجأ أن المسلسل طلع ما هو بهذه البساطة نهائيا المسلسل له أبعاد كثيرة وتفاصيل عميقة جدا تبغى سياسة وخطط عسكرية؟ فيه تبغى فلسفة نفسية واجتماعية وحتى دينية؟ فيه تبغى أكشن وإثارة ومغامرات؟ برضه فيه تبغى رعب وغموط ولحظة مخ كل التصنيفات السينمائية والتلفزيونية موجودة في هذا العمل الأدبي العظيم ولاحظ أني قلت الأدبي ومثل ما قلت لك من شوية أن القصة أبدا ما هي سهلة أو بسيطة القصة معقدة تفاصيل كثير نقاط كثير أحداث وتشعبات مرة كثير ورح تتعقد أكثر وأكثر طول ما أنت جالس تتقدم في المسلسل بس برضه لا تخاف صناع المسلسل ما راح يتركوك تطفو في عالم من الأحجيات تلاحظ أنهم حريصين يشرحون لك كل كبيرة وصغيرة في كل حلقة وفي الوقت المناسب بحيث ما تفقد دهشتك مع تطور الأحداث ورح تلاحظ أنه فوق راسك تساؤلات كثيرة حول بعض الأشياء الغير واضحة في القصة وعاجل أنه مآجل أنه راح تجيك إجابة لتساؤلاتك مرة لا تستعجل هذا من ميزات المسلسل الكثيرة جداً طيب نرجع للقصة البشر هنا عايشين داخل ثلاثة أسوار رئيسية مرتفعة جداً بحيث تحميهم من هجوم العمالقة أو العمالقة بشكل عام سور ماريا وروز وسينة سور داخل سور داخل سور زي الدمية الروسية كذا وترتيب الأسوار هذا فيه إشارة لقضية اجتماعية شائعة جداً لك أن تتخيلها أو راح تفهمها لما تتابع المسلسل لا تشغل بالك المهم البشر معرفتهم جداً بسيطة عن إيش فيه خارج هذه الأسوار واللي متأكدين منه هو شيء حتمي بالنسبة لهم إنه خارج هذه الأسوار فيه عمالقة عددهم غير معروف ولا يدرون من وين جاءوا وهم العمالقة الوحيد هو أكل البشر وتدميرهم عن بكرة أبيهم والعلمكم العمالقة هذول لا عقل لا دين لا دنيا لا حياة لا حش ما يتمشي وهم عريانين بس ما هم عريانين حقيقة لأن ما عندهم أعضاء تناسلية فما ينطبق عليهم مفهوم العري اللي نعرفه إحنا يب أدري حاجة غريبة الزبدة العمالقة هذولي كائنات غريبة جداً وخطيرة جداً ومستفزة وتصرفاتهم غير قابلة للتنبؤ نوعاً ما على العموم مثل ما قلنا داخل هذه الأسوار فيه مجموعة كبيرة من البشر عاشوا لي سنوات طويلة داخل هذه الأسوار أجيال وراء أجيال ناس عاشت وناس ماتت ناس انولدت وناس اندفنت ولا يعرفون أي شيء غير هذه الأسوار هذه هي الحياة بالنسبة لهم فقط أسوارهم داخلها فعلياً يعني لو تجي تقول لواحد منهم امشي نطلع خارج السوري يمكن نلقى حياة جديدة أو عالم ثاني نكتشفه غير اللي نعرفه بيرد عليك ويقول ايش تستهبل انت يبني هذا ما وجدنا عليه أباءنا مشتحيل نطلع من هذه الأسوار أبداً ولو طلعنا راح نموت لا محالة وأصلاً ما فيه شيء خارج هذه الأسوار إلا العمالقة والموت المحتوم يب لهذه الدرجة الناس انطبعت في رؤوسهم الفكرة وهذه برضو لو تلاحظون فيها إشارة لقضية اجتماعية ونفسية الشائعة في عالمنا الحقيقي المهم يعني الآن المسلسل مبني على تساؤلين مهمين التساؤل الأول هل فيه عوالم ثانية خارج الأسوار والتساؤل الثاني من وين جاء هذول العمالقة وإيش قصة أهلهم يعني الأنمي أو المسلسل أعطاك هذه الحاجتين عشان تتمسك في المسلسل ويجذب فضولك ودهشتك وينمي داخلك فكرة إنك تبغى تعرف أكثر عن قصة هذا العالم الخيالي وهذول العمالقة وهذا الأسلوب جداً ممتاز بالنسبة ليه وخلاني أتحمس مع الأحداث أكثر وأكثر طيب هذا بالنسبة للقصة ما رح نخوض فيها أكثر من كذا هذا اللي تحتاج تعرفه الباقي عليك يا وحش وخلينا نخش على الشخصيات بالنسبة للشخصيات أكيد ودك تعرف هل فيه شخصية رئيسية ولا لا هل فيه ناروتو هل فيه لوفي هل فيه قون هل فيه لايت هل فيه شخصية من دونها يتلاشى المسلسل أنا عن نفسي ما شف أنه فيه شخصية رئيسية بشكل واضح قد يتفق معي البعض وقد يختلف معي البعض الآخر أوكي هو فيه أكثر من شخصية رئيسية قد نقول عنها هي جوهر الأنيمي ولكن ما فيه تركيز دائم على شخصية وحده ولا فيه تمجيد لشخصية معينة زي باقي الأنيميات والمسلسلات اللي تابعناها كل شخصية تقريبا من الشخصيات الرئيسية ما أخذ حقها ولها دورها في هذا العالم وبرضو فيه شخصيات ظهورها بسيط ولكن دورها جدا مهم والعكس كذلك وهذا كمان جانب من جوانب قوة الأنيمي تعدد الشخصيات بتلاحظ وجود شخصيات حلوة وشخصيات ثقيلة دم وشخصيات غريبة أطوار وشخصيات مرحة شخصيات حكيمة شخصيات مدري وش جوها وغيره طيب إيش اللي خلى الأنيمي ينجح أو خلى الناس يحبوه ويوصل لها الشعبية الكبيرة غير عن أي أنيميات ثانية ليش هجوم العمالقة بالتحديد؟ بتقول تطبيل مستحيل أكيد فيها أسباب وإذا أنت مصر أنه تطبيل ومجرد الناس نافخين الأنيمي فسامحني يا صديقي العظيم أنت جالس تتابع بغير وعيك تماما وهمك الوحيد أنك تشوف شوية أكشن وخلاص وإذا أنت تشوفه بوعيك ومناسبك عاد يعني بنحترم ذوقك على كل حال إذا أنت من الناس اللي يدوروا أكشن في أنيميات كثيرة غير هجوم العمالقة راح تغذي فيك هذا الجانب تقدر تتابعها على العموم مثل ما قلت نجاح المسلسل له أسباب كثيرة ورح أحاول أذكر بعضها بناء على اللي أنا تابعته وشفته وفهمته وقرأته أول شي يا جماعة المسلسل يتغذى على فضول البشر وعلى أكثر الأسئلة اللي حيرت بني الإنسان سواء استوعبت هذا الشيء أو لا بطريقة وبأخرى عقلك الباطن راح يلقى متنفس له في هذا المسلسل بتلاحظ في هذا الأنيمي محاكاه لكيف إحنا كبشر نحب نستكشف نحب نشوف ونحب نعرف أكثر عن كل شيء عن تاريخنا كبشر عن أصلنا عن عالمنا الكبير وإن كان صغير جدا مقارنة بكوننا الفسيح هذا وفي لحظة ما وأنا أتابع المسلسل حسيت إنه فعلا يلامس العقل البشري بشكل مجنون لاحظت كيف تم تجسيد الفضول اللي فينا كبشر وكيف إننا مستعدين نستكشف العالم الخارجي حتى وإن كان الثمن حياتنا وهذه الأشياء حصلت في الواقع اقرأ التاريخ مستعدين نعرض حياتنا للخطر عشان خاطر بس نخوض تجربة جديدة مستعدين نسوي أشياء كثيرة ونضحب مبادئ وأخلاقيات مقابل إنه نكسر الروتين اللي عشنا عليه سنين وسنين طويلة ناهيك عن التلميحات المستمرة عن كيف تأثر بعض البشر بالجانب الديني والتراث الفكري والتقليدي داخل هذه الأسوار وصار عندهم مفاهيم مختلفة للإيمان الديني أو الإيمان بأي فكرة بشكل عام غير طريقة مناقشة الطبقية في الأنمي كانت مرعبة وتمثل الواقع بشكل واضح ومباشر ولا راح تقدر تعترض عليها غير الإسقاطات الكثيرة تجاه جشع الإنسان وحب السيطرة والتملك راح تلاقي فيه محادثة مباشرة للأنمي مع عقلك الباطن وراح تلاحظها طول متابعتك للأنمي وإذا ما لاحظتها عديش It's okay عقلك الباطن نايم ناهيك عن تجسيد الأنمي لكافة أنواع المشاعر للخوف ولحظات الرعب الحقيقي عند البشر للحب للتضحيات للتفاني للنزاهة للكره للخيانة للألم للراحة للسعادة والتعاسة وصدقني بشكل مباشر أو غير مباشر راح تنغمس فيه كل أنواع المشاعر اللي تمر فيها الشخصيات داخل هذا الأنمي وبتفهم كلامي أكثر لما تتابع المسلسل واللي تابعوا المسلسل أكيد فاهمين كلامي غير الأكشين يا جماعة والفايت سينز والمشاهد القتالية يا لطيف يا لطيف الفكرة مو في قوة المشاهد القتالية الفكرة في الإبداع في ابتكار المشاهد القتالية من أسلحة من تقنيات من أساليب قتالية من تخطيط يا رجل فيه واحد من أهم المشاهد في الأنمي مشهد قتالي خلاني أوقف من مكاني وأبحلق عيوني من الدهشة وأكيد اللي تابعوا المسلسل عارفين إيش أكصد ومو بس مشهد واحد مشاهد قتالية كثيرة فيها من المتعة والكرياتيف الشيء الكثير عشان كذا أنا حريص إنك تشوفوا أيها المتابعة العظيم المهم جدير بالذكر إن المسلسل أحداث وبطيئة شوية البعض بيشوفها عيب والبعض يشوفها بالعكس أسلوب تشويقي رائع أنا عن نفسي لاحظت الحوارات وحديث النفس أكثر من اللازم ولكن على حد علمي إنه هذه طريقة سيرة الأمور في الأنمي أو في الأنميات بشكل عام من يوم إحنا صغار نعرف إنه في كل أنمي تتابع على التلفزيون أو في أي مكان لازم يجيك حوار بين شخصيتين أو حوار أحد أبطال القصة مع نفسه أو زي ما يقولوا حديث النفس يضيع لنا نص الحلقة زي كابتن ماجد لما يجلس سنة يشوت الكورة ويحكي قصة حياته ورافع رجله وتنتهي الحلقة وهو ما شات الكورة طبعا هجوم العمالقة ما هو كذا أبدا بس هذا مثال عشان تعرف إنه هذا قانون في عالم الأنمي ولازم نتعايش معه على كل حالة الحوارات ما هي كلها مملة بالعكس بعضها جميلة ومفعمة بالحياة والمعاني الكثيرة بإمكانك تسمعها على إنها مجرد حوارات لا تعني لك شيء وبإمكانك تسمعها على إنها كلمات ملغمة بمعاني مهمة وملهمة جدا أنت وطريقة تحليلك للأمور بقى المهم يا حبيبي أنت خليني أقنعك أكثر في حال أنك باقي مقتنع تقييم الأنمي على موقع آيم دي بي 8.8 من عشرة طبعا هذا متوسط التقييم العام للأنمي مع أني أشوف أنه مفروض يكون على الأقل 9 من عشرة ولكن ما باليد حيلة بس لحظة إجمالي اللي مقيمينه في الموقع 141 ألف شخص وأنا واحد منهم 66 ألف شخص معطينه تقييم عشرة من عشرة شايف كيف؟ 66 ألف شخص وأنا واحد منهم معطيته عشرة من عشرة و2401 معطينه تقييم واحد من عشرة تقل لا أنتو إياه واحد من عشرة سيريوس لي من 2400 ذولي ما أدري وجوهم بس واضح أنهم تابعوا أول دقيقتين من الأنمي وقفلوه أو أنهم من شلة اللي بالي بالك باء أما في موقع روتين توميتو فتقييم النقاد له 94% يس وتقييم الجمهور 93% يس ما فيه لعب يا حبيبي الساحة مولع دائما قدام هجوم العمالقة لحظة لحظة لسه ما خلصنا يا نقب انت رايح فين أصبر شوية تقييم معظم الحلقات تسعة من عشرة وفيه أكثر من حلقة تقييمها تسعة فاصلة تسعة من عشرة وكان فيه كم حلقة تقييمها عشرة من عشرة ولكن نزلت تكة وصارت تسعة فاصلة تسعة من عشرة على كل حال بالنسبة لي أنا عشرة من عشرة وبالنسبة لناس كثير طيب هل تتوقع للآن ان الوضع تطبيل وان المسلسل منفوخ استحيل مستحيل يا صديق العظيم مستحيل المهم اجمال الحلقات اللي نازلة الى الان تسعة وخمسين حلقة اصبر اصبر لحظة اصبر لحظة ترى كل حلقة مدتها عشرين دقيقة تقريبا وبعدين ترى لو مسكت خط مع المسلسل صدقني راح تتمنى ان الحلقة مدتها ساعة مو بس عشرين دقيقة وتذكر كلامي يا وحش وبس والله هذا اللي يقدر اقوله لك واللي الان المسلسل نازل منه ثلاث مواسم والموسم الرابع قادم قريبا وبيكون ختامي وعلى كلام اهل المانغا يقولون اننا امام موسم ختامي عظيم لن يشهد له التاريخ مثيل والتريلر حق الموسم الرابع برضه يقول كلام كذا اوفي التريلر كان مرة حمس ختاما ايها العظيم تابع حجوم العمالقة اعطي فرصة اذا ما ناسبك اوكي اش نسوي على الاقل انك اعطيته فرصة ما تكون ظلمته بس برضه لازم تعرف انه الانيمي يحتاج له صبر في اول كم حلقة الين تضع رجلك في المكان الصحيح ولو لقيت هذا المكان الصحيح اعرف انك راح تحرق حلقاته حلقة وراء حلقة مثل ما حصل معاي راح يخرب نومك وراح تصير انطوائي وبتجلس في غرفتك فترات طويلة لحالك الين ينتهي الانيمي وتذكر كلامي وبرضه تذكر مقولة ايرين لما قال لا تحزن اذا رجعت خطوة الى الوراء فلا تنسى ان السهم يحتاج ان ترجعه الى الوراء لينطلق بقوة الى الامان ام المشوار يا شيخ مقولة طويلة وما الامها دخل باللي جالس اقوله بس صراحة حلوة صاح ويمكن لها علاقة في اللي قاعد اقوله مادري وبس والله بكذا نكون وصل لنهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب عشان يوصل الفيديو الى اكبر عدد من المتابعين كان معكم الوجيه في امان الله بالمناسبة لا تقرؤوا التعليقات احتياطا انا اعرف فيه ناس كثير يحبون يحرقون هذا الانيمي بالذات